ضمن سعيها الحثيثي لتطوير مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وقعت الملحقية الثقافية السعودية عددا من الاتفاقيات مع كبرى الجامعات الأمريكية لقبول أكبر عدد ممكن من الطلاب السعوديين وتذليل العقبات لهم تم الحمد لله توقيع أكثر من مئة اتفاقية مع جامعات أمريكية منها أربعين جامعة مميزة جورج واشنطن واحدة منهم ومن قابل جامعة سانت لويس وعدة جامعات أخرى لقبول عدة ألاف من الطلاب السعوديين حسب المتطلبات هذا وقد أنشأت الملحقية برنامج سفير التواصل الأكاديمي والذي من خلاله تتاح بوابة للجامعات لوضع معاييرها ثم يقوم الطلاب بتعبئة بياناتهم وللطلاع على شروط الجامعات والتسجيل بها بما يتواءم مع مؤهلاتهم إضافة إلى إتاحة برنامج تجسير يتيح للطلاب الانضمام للجامعات عبر فصل دراسي تحضيري في حال لم يحقق الطالب شروط الجامعة نحن فخرون بعلاقاتنا مع الملحقية الثقافية السعودية لذلك نحن مستعدون للتعاون معها في قبول المزيد من الطلاب السعوديين في جامعة جورج واشنطن ودعنا هذه الاتفاقية بيننا وبين الملحقية نسبة اللي عم يتخرجوا من هيدا البرنامج هيدا اسمه ماديكال ريسيرج فالوشيب بروغرام اللي عم يتخرجوا من هيدا سبعة وثمانين بالمية عم يربحوا مراكز رزيدنسي بالأميركا بالتزامني مع بداية المرحلة الثانية عشر من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وقعت الملحقية الثقافية السعودية العديدة من الاتفاقيات التي تضمن الجودة النوعية في مخرجات الطلاب الدارسين في الجامعات الأمريكية مع العديد من الجامعات المتميزة لاستيعاب الطلاب السعوديين ومن بينها جامعة جورج واشنطن للقناة الإخبارية عبدالعز العويس واشنطن